السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ خالد انا احبب اعطلك الفيديو ده بعد دعوتك للمشاركة في ثورة المفاصل وان احنا ناخد بها خطفة لقدان. الجزء الاول انت في طرحة انت طلبت من الناس ان لو حد عنده اي نقد او عنده اي رأي او عنده اي تعديل على ثورة المفاصل يتفضل ان هو يطرحه او يبعده لك. انا شايف ان ده مبدا تضيع الوقت لان انت عامل زي ما تكون بتعمل اكل لجماعة غزة وبعدين ان احنا وقفين حواليك عاملين لك زود الملح قليل الفلفل لا بيحبوا البطاطس لا مبيحبش الكوسة والمعبر مقفولة الاكل مش هتوصل مشكلتنا مش في الاكل اللي انت بتعمله مشكلتنا في المعبر مقفول فيديوهاتك ما بتوصل شي لاكتر من عشر تلاف شخص وهما سبتين عشر تلاف شخص من المليون لا يعنوا شيء فالمشكلة الرئاسية مش في ثورة المفاصل المشكلة ان ثورة المفاصل صراحة هي الاطروحة وهي الترح الوحيد اللي الترح خلال العشر سنين مفيش اي حد قدم خطة او قدم حل او قدم طريق واضح لازاي الناس تعدل او تمتلك ارادتها غير ثورة المفاصل خلال العشر سنين مفيش يبقى احنا لازم نتجاوز النقطة دي ولازم وزائد ان احنا لما ثورة المفاصل هتنزل على الارض واقع الحال هو اللي هيديرل امور لا انت ولا اي حد ولا ولا الفكرة نفسها اللي هيديرل الموضوع لما هتنزل على الارض وتبقى واقع هتدار بواقع الحال هيفرده طيب يبقى احنا لازم ننتقل من النقطة دي ونروح للنقطة التانية ازاي نفتح المعبر ازاي نوصل صوتك انت مش تقدر توصل صوتك با اي شكل من الاشكال ومهما حاولت لو الناس اللي بيسمعوك هم اللي هيفردوا صوتك ويحطوه على الارض وينزلوه على الارض مش حاجها تحصل عمر ما صوتك هيوصل واحنا عادي نسمعك صوتك لازم يوصل لما احنا ننشره بطريقة يبقى في عندنا خطة ازاي صوتك يوصل وازاي يوصل للنص طيب عشان ننر من النقطة دي ونروح انا عشان صوتك يوصل انا وجهة نظري ان انت تعمل الفيديو الفيديو دا يريتي لو يكون اسمه طريق خلاص الفيديو دا يريت برضو مدته تكون قوليه لما تتجاوز الخمس دقائق والفيديو دا يركز على ثلاث حاجات او يكون منقسم الى ثلاث اجزاء الجزء الاول تبقى رسالة واضحة للي بيوصلوا الفيديو انت موافق على الوضع الحالي ومستفيد وعايش ومبسوط معاه ولا انت ضده وعايز تغيره وعايز تخلص منه لو انت معاه خلاص الفيديو مش ليك طب لو انت عايز تخلص من الوضع اللي احنا فيه ومن الحالة اللي احنا فيها ومن الوضع اللي احنا وصلنا له مش هتخلص بانك تسمع لازم تشارك مش هتخلص بانك انت اسمع وطول الله وفيديو جميع لا محدش هيخلصك من الوضع اللي انت فيه غير ان انت لازم تخلص نفسك منه طب خلص نفس ازاي يبقى كده خلصنا من الجزء الاول وخدت القرار بان انا مشارك طب هشارك ازاي دا الجزء التاني هشارك بان انا عرض نفسي للخطر بان انا ارمي نفسي في التهلوكة لا هتشارك بحك بسيطة بس ان الفيديو دا يوصل لعشر اشخاص بدرة الدايرة اللي انت فيها يعني يوصل لعشر اشخاص ما وصل لهم شاب لكده من الدايرة المحيطة بيك من الناس اللي انت تسك بيهم ولازم يفتحوا يا اما على جيزتهم يا اما على حاجتهم مش بس يتفرجوا عليه لان لازم يبقى في ريكوردية تاني عندك انت وسيس خالد الريكورد دا انت بتعرف الفيديو كم واحد تتفرج عليه كم واحد فتعه وصل لكم واحد عشان نقدر نيس ونعرف هننقل على الخطوة اللي بعديها ازاي فلازم كل شخص لو افترضنا ان انت في على صفحتك مئة الف مئتين الف تقريبا وبيوصل الفيديو تقريبا لعشر اتلاف واللي خدوا القرآن انهم يشاركوا الف فالالف دول هنعتبرهم الدايرة الاولى او الدايرة ايه لازم الموجة تنتقل في خلال خمس دواير من الدايرة الاولى يعني الدايرة الاولى تبقى ايه لازم يبقى في خمس دواير حواليه دايرة ايه تنقل للدايرة واحد دايرة واحد يعني ايه يعني انقله العشر اشخاص ما تفرجوش عليه واطلب منهم نفس الطلب انهم ينقلوا العشر اشخاص ما تفرجوش عليه يبقى انا دوري في المرحلة الاولى اوصل للعشره او تابع كلها عدد زيوم تعالى على رقم واحد نقلتو عشر الا نقلتو العشر الا نقلتو العشر الا نقلتو عشر الا تبعت الدايرة اللي بعدين ولا لأ دا في المرحلة الاولى ودأيه يبقى جزء التالى من الفيديو نبقى كينا بنفتح مع بعرفة او بنقاهل المكان ان احنا اموصل الصوت نجل الجزء الثالث وهو ده اللي هتشرح في مبادئ الثورة تفاصيل الثورة ناس كتير او مش يستوعبها ممكن استوعبوها الدائرة الاولى الدائرة التانية بالكتير او الباقي مش يستوعب التفاصيل الباقي لازم يبقى فاهم نقط محدد انا عايز ايه والراجل ده بيقول ايه اوه الا مطلوب منه عشان اعمله عشان اخلص من ام الوضع اللي انا فيه اول حاجة ان احنا نبقى كلنا قتلة واحدة مش مهم هنتحرك ازاي نتحرك من الشمال هنمشي بالطريق ده ده هيحدده ايه مجموعة صغيرة ولكن اول حاجة نكون كتلة واحدة تب كتلة واحدة ازاي بان الصوت يكون بيوصل وده اللي احنا عملنا في كزيل اول تاني حاجة التنظيم انا هعرف ازاي ان كل الناس معايا وان الناس يقول لها موافقة ببعض الافعال وده وما تروح في انت تروح من ضمن الخطة عندك ببعض الافعال اللي احنا هنعملها اللي ما يكونش فيها خطر على اي حد زي ان احنا هنروح نصلي مثلا في وقت معين زي ما هنكون هننزل هنشرب كوبات شاي بشكل ما يعني لها من الطريقة ان احنا نعمل افعال متحدة ما تضرش اي شخص وده تنقلنا المرحلة التالتة اللي هي نقل الخوف والرعب الشعب المصري بالكامل دلوقتي عايش في رعب الرعب ده سببه انه في مليون واحد اتباع من زبانية سيسي ومن زبانية الحكومة اللي موجودة دلوقتي ومن زبانية بلاش اتكاوز فخلينا نسميهم زبانية سواء مشاركين مباشر او سواء عصفير او سواء بينيلوا الاخبار دول مسببين رعب للمت مليون لازم الرعب يتنيل لازم الناس دي يفهموا ولازم يعرفوا ان الناس بدأت تقربوا الدم على بعضها بدرجة ان الناس دي لانهم في كل قرية وفي كل حي وفي كل منطقة معروفين ومعروفين بالاسم لازم الناس دي يوصل لها يحرفوا ان هيجي لهم وقت هيتمنوا الموت مش هيوصلوله هيتمنوا انهم تسحلوا ومش هيوصلوا للسحل فلازم يتنقل الرعب من الشعب الى الانصار او الادباع او الزبانية لازم يتنقل انت اقدر ومشاء الله عليك وعندك اسلوبك وليك طريقتك اللي تقدر توصف بيها الجزء ده انا مش حابب اطول اشتركوا بالفيديو ثم واتمنى ان يكون الرسالة وصلت ويريت نبدأ انا انا اناпри بقى ارسال هبلغها للجميع محدش ه غير راحه مع Reached لو شاركت حتى لو كلمة هتبقى مليون كلمة لو شاركت بدfta ك Fellows to meet you protestyl fatty cousins لكن تقعد وتسمع وتقول الله وضعك مش هيتغير مجرح هيسألك انت رضيت بالزل ليه انت رضيت تضيع عمرك وعمري ومستقبلك ومستقبل اولادك واحفادك ليه وصلتك الرسالة مش قادر تشارك بانك تنشرها مش قادر تشارك بانك انت تشرب كوباية شاي مش قادر تشارك بانك انت تقول لأ تأكد لو ما شاركتش محدش هننكذك من الوحل اللي انت فيه وشكرا مش شرط كل فيديو ان انا علق عليه لكن الفيديو ده يعني توجه لنقطة مهمة جدا جدا وهي مشكلتنا مش في الافكار يعني في فكرة صورة المفاصل كويسة يعني الى حد كبير هي اكتر فكرة فيها تفاصيل ولما هنبتدي طبعا هيكون في حاجات على الارض يعني بقية التفاصيل المجهزة لسه هتبان بعد كده لكن الفكر المشكلة الحقيقة قدامنا زي ما هو قال صوتنا يوصل ازاي امبارح انا نزلت الفيديو بتاع الاخ المحترم اللي هو لابس الجوكر لوحده لا نزلت فيديوهات قبليه ولا بعديه وهو طلع اخر فيديو في المشاهدات في اخر فترة ممكنة برغب ان كل اللي اتفرج عليه قال ان هذا الفيديو فيه معلومات قيمة جدا اه الراجل قدمها وبرضو طرحناها يبقى المشكلة فعلا ازاي توصل للناس كمعلومة وبعدين يهتموا بيها وبعدين يقتنعوا بيها اه الطرح اللي طرح الفيديو انا مش هتكلم عليه انا عاوز حضراتكم لو سمحتوا تهتموا بالفيديو ده جدا ازاي نقدر نطرح ازاي نقدر نوصل صوتنا للناس انا عاوز اقول له كمان ان في جزئية بس الناس بتقلق لما تسمع كلمة ثورة بتنزعج فعلا الله بيفضل عليها ان هو يسمع ان اطلق عليه انا مخدرات اه كل التحية للا استاذ الزميل عمار محمود حسين الصاوي بالطبع انا بغذر يعني اه وزي ما انتوا شفت يا جماعة الكلام واضح عشان فيه د έχوا بعتول الفيديوهات الكلام فيها مش واضح اشكروا وفي انتظار المزيد من الفيديوهاتكو اللي هو قدمه ده مشروع هنعمل فيه ايهckt اجب ده ان نهتم بيه شوية نهتم باللي هو قاله شوية ونشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله نخترح. هي دي بداية ان احنا نفكر كلنا مع بعض. مش يبقى خرد السرتي همال يقول لكم حاجات وانتو تسمعوها سواء موافقين عليها ولا لا. نشوفكم على خير.